إلى شأن المغايرة حصلت صحيفة ديلي ميل البريطانية على مقطع فيديو يصور محمد موازي الشهير باسم الجهادي جون المنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا غير ملثم كاشفا عن وجهه للمرة الأولى حيث هدد بالعودة إلى بريطانيا وارتكاب المزيد من قطع الرؤوس في لندن التفاصيل مع نسرين إبراهيم أبغوش من ظن أن دباح داعش غاب دون عودة فقد أخطأ الظن فها هو الجهادي جون كما يطلق عليه مجازا ومحمد موازي على أرض الواقع يعود دون لثام أو نقاب شريط مصور جديد قالت بعض المصادر إنه سرب من هاتف الدباح الشهير كويتي الأصل وبريطاني المنشأ فيما أكدت مصادر أخرى أنه ثمت قصدا واضحا من وراء هذا التسريب موازي الذي اشتهرى بضرب الرقاب ونحر الأعناق تقول المخابرات الغربية إنه ليس إلا واحدا من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية شأنه كشأن غيره بيد أن الترويج الإعلامي صلت الأضواء عليه وفي تسجيله الأخير توعد الجهادي جون بريطانيا بمزيد من الذبح مشيرا إلى أنه سيعود إلى لندن لذبح الكثيرين وتجنيد ما تبقى من الآخرين ونقلت صحيفة بريطانية عن مصدر في المعارضة السورية شهد الشريط كاملا قوله إن إموازي قال أنه سيعود برفقة خليفة داعش أبي بكر البغداد شخصيا لقتل من أسماهم بالكفار هي حلقة جديدة إذن في سلسلة طال عرضها تنظيم الدولة الإسلامية إنغاب برهة يبحث عن الوسائل ليعود إلى الإعلام من جديد مستغلا نجومه على رأسهم الجهادي جون في حال صح التعبير